اشتركوا في القناة الله لا نتحقق من هذا الموضوع واذا هذا الوزير اساء وعدك وعد والله تربطني فيه علاقة طيبة جدا لكن والله اذا تحققنا هذا الموضوع انه احتقر احد مواطنين الهاشمية والله لا اطرح فيه ثقة لانه ما بطلع له لا هو ولا اللي ادخل منه ما بطلع له لا هو ولا رئيس وزراء هو موجود النائب والوزير والعين ومدير المخابرات ومدير الامن وقايد الجيش موجودين مش هنقدم المواطن الوردني وجلالة الملك الله يطول عمره بطلع التلفزيون ويقول انا خادم الشارع الاردني وبالتالي احنا لازم يكون قدوتنا جلالة الملك بالتعامل مع المواطن الاردني اما تقول انه هذا المواطنين الصحة احتقر المواطنين هذا كلام مرفوض وما بيسمح فيه طيب انتها وقت الحلقة سأسأل ساعة تنائب ثم ساعة تنائب دكتور قراءة سياسية الان من منظورك انت انت متابع وربما اعصابك اهدأ الان لانك خارج المجلس والتابع انك ثب الان قل لي كيف سيصبح يعني السيناريو المحتمل للايام القادمة سيأتي عبدالله نصور ببيان سيأخذ ثقة مش سيأخذ ثقة ما موقف الشارع لخص لسيناريو المحتمل القادمة يعني هو التلخيص بمقدرة دولة الرئيس على الاتيان ببيان وزاري جامع مانع فيه من المعلومات وفيه من العهود الموثوقة التي يستطيع من خلالها ان يقنع الزملاء النواب 150 هذول مش نائب واحد عدد كبير شريحة واسعة طيف واسع احزاب موجودين فيه و كلمات مجلس النواب التي سوف يقومون بالرد على هذا البيان ومن ثم عندما يعود دولة الرئيس بالرد على كلماتهم هنا تكتمل الصورة وتستطيع ان تعطي علامة علامة التوقع كيف سوف تسير طب انت توقعك انت الشخصي قراءتك للمستقبل القريب طبعا الايام المقبلة هي لا شك ان الجلسات سوف تكون نارية سوف تكون نارية وبعدها وبعد ذلك انا يعني لدي لدي شعور بان الرئيس يمتلك القدرة على الاقناع اذا سيأخذي ثقة برأيك اخر اتصال ثم اختم مع ساعة النائبي حي السعود خالد العظمات وانا اعتذر الاشخاص الذين يحافظهم حظ بالدخول الينا ايضا فقدناك بشكل سريع جدا قبل ان اسألك السؤال الاخير لك شخصيا السيناريو المتوقع في الايام القادمة من وجهة نظرك قد يا سيد السيناريو المتوقع انه يعني يكون في ضغط على النواب انه منح الثقة وفيه الان مجموعة من مسؤولين الدولة يعني كل واحد مسؤول بالدولة قاعد الان بتدخل مع عبدالله نصور من اجل جلب الثقة لهذه الحكومة انا بطلب من زملائي النواب استحلفهم بالله استحلفهم بالله استحلفهم بالله ان يرجعوا الى قواعدهم الانتخابية وان يلبي طموحات هذا الشارع الاردني اذا الشارع قال لهم يعطوا الثقة كل واحد يرجع لقاعدة يعطى الثقة لكن انا بطلب شغري واحد من عبدالله نصور بنقول له يا عبدالله نصور ما بدت تسوي فينا اكلت يوم اكلت ثورة الابيض يعني انت الآن تطلع على التلفزيون الاردني 25 دقيقة باليوم عبدالله نصور لكن احنا النواب نعبر عن رأينا من خلال شاشة التلفزيون الاردني والله يحق هذا مش حكر هذا مش حكر لا بس لسينو سادة ملاسان ما بدى يسمي اسماء يعني صار بعض النواب منهم جميلين مريطا لها اربع مرات على التلفزيون الاردني واحنا ما اطلعنا ولا مرة ليش شو السبب نقدر نعرف شو السبب هل هو بطوب عسمي فلان وسم علان يا دكتور عبدالله خلي المشاهد الاردني يسمع وجهة نظري انا كمواطن اردني نائف البرلمان اردني من حقي اطلع التلفزيون ما تستخدم معي اساليب اللي استخدمت معك وانت اعترف فيها بتقول عشر سنين منعوني اطلع التلفزيون واطلعت حاقت على التلفزيون الان بدك تبرر انت الان عمرك فوق السبعين سنين انا بدي انصح ونصيحة الا بتقول لي يا دكتور عبدالله تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال اعمار امتي ما بين الستين والسبعين وقليلا ما يزيد وقليلا ما يزيد اعمار امتي ما بين الستين والسبعين وقليلا ما يزيد احنا مقول يعني لازم يعني الانسان يعني طبعني حاول ان شاء الله يسيد احنا شوف اقول لك شغلة انا ابدأ قول يعني بدأ احكي بدأ ختم قبل ما اني والله عبداللنصور انا صليت وراه والله انه مثقف والله انه واعي والله انه الرجل محترامي لك ما احدا بقدر يحكي على نزاهته ولا تأخذ في هالكلمة أمانته لكن أنا بختلف مع نهجه مع أسلوبه يعني لما أنا كان عبدالله نصور يتزقف له في الشارع أنا كنت ينسب علي بالشارع طيب أنا بتطلع ليش شو السبب طيب عندها وقت الحلقة سأسأل سأعطيك اسم الشخص الآن أريد أنا أسمع منك تعليقا عليه وأنت أختم الآن حمزة منصور حمزة منصور شوف أقول لك شغلية يعني هذا الرجل أنا ذهبت إلى عبيته واعتذرت منه أنا ما اعتذرت من حمزة منصور كشخص أنا وقتها يعني أسأت لكل المسلمين هاي سنة رسول الله اللحية التي يحملها حمزة منصور واللحية اللي أنا بحملها أولوها خفيفة هاي سنة رسول الله فأنا وقتها يعني طلع مني تعبير رحت على بيت حمزة بعد الانتخابات ما رحت له قبل الانتخابات حتى يقولوا يا سعود راح لحمزة منصور مشاني يستجل صوات رحت لحمزة منصور وأنا بكامل قوت الحمد لله والقوة لله عز وجل رحت أنا مجموعة من أبناء الدائرة الثانية أكثر من أربعين شخص وبست عراس شيخ حمزة مصور بحق عز وجل بارك الله واعتذرت منه قلت له يا سيد الشيخ أنا ما بعتذر لك أنا بعتذر لك وأقول لك لو أظلني أعتذر على شهرات تلفزيون مئة سنة لقدام عن موقفي مع الشيخ حمزة أنا ما بوفي حق كله بني آدم خطاء وخير الخطاء وأنت منهم إن شاء الله يعني أنا بدي أسألك سؤال سطر خلاص انتهى وقت الحلقة تجاوزنا الوقت شو رأيك بحي سعود 2013 أنا أنا من دهش شخصيا لا أنا شخصيا هو بيعرف على اجتمعه هو بيعرف يعني أنا أنا مقتنع فيه مؤمن فيه بأنه نقي ونظيف والنظيف لا تخاف منه هو وصف نفسه قال أنا كنت أعصب كنت أنفعل وأنا بقول أنه يحيى السعود انفعالي وسوف يبقى انفعالي لأنه هاي بالجينات هاي بالكارزمة هاي بالكارزمة هاي بالكارزمة بس اسمع كنت أنفعل كنت أفصل لحكومات لكن الآن الآن انفعالي صار الشهر الآن انفعاليته انفعاليته الآن هي الوحيدة اللي هو راح تتحول نحو يعني الخير الجميع فقط إن شاء الله ولن يسيء إلى أحد إن شاء الله دكتور حضرتك دكتور طبعا اللي بعرف يعني أنت خبير طب يعني وتعرف عبدالله نصور أنكر كيف صحت عبدالله نصور ما خوافنا على رجل إزدار لا ما شاء الله ما شاء الله الله يعطيه الصحة والعافية والمؤمن لا يتمنى للمؤمن طبعا إلا الخير رسالته مفهومة لا لا رسالته مفهومة والله يا ما بتشف فأقول لك لمين مكان لا سمح الله أنا بتمنى له مدين من الصحة والعمر والعافية بس بقول الإنسان يعني أعمال بخواتيمها إن شاء الله تكون خاتمة الجميع الجميع تكون حسن اتجاه رب العالمين النائب يحيى سعود الآن صاحب الشعبية النائب صاحب الشعبية ليس من الدائرة الثانية وحي الطفائلة ربما جبل التاج كل المملكة الآن كل المملكة تتصل به يعني تحيي فالسابق هذا الذي كان يصرخ دائما معي الحكومة الآن يصرخ مع الشعب ربما تحول جدري يعني كان على كل حال شكرا على هذه المساحة من الوقت التي تعتقدنيها كذلك المفكر العربي حقيقة والأردني والمثقف الرجل الذي فعلا افتقدنا كما قال ساعتنا في مجلس النواب إن شاء الله أنا شخصيا أحب أن أراه في مناصب أخرى يعني دكتور ماطسل العوامل شكرا جزيلا لك على هذه اللفتة وهذه الزيارة أيضا وكل الحب والتقديل لمن كان معي وتبعني أنا طارق حامد لقائنا كل سبت اثنين اربعاء عبر نورمين الفضائي يتصبحون على خير الله حسنا